توصل إدارة شؤون الانتخابات استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2023 حيث بلغا إجمالي عدد المتقدمين في اليوم الثامن 13 مرشحا ليصبح العدد الإجمالي للذين تقدموا بطلبات الترشيح منذ فتح باب التسجيل 183 مرشحا بينهم خمس نساء فيما بلغا في عدد المرشحين 182 بعد تنازل مرشح واحد وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية قد افتتحت يوم الجمعة الماضي باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة 2023 ويستمر حتى 14 من مايو الجاري أجواء من التفاؤل والرغبة في إنجاح سير عملية التسجيل لازمت العاملين هنا في مركز إدارة شؤون الانتخابات حيث يعمل الجميع على إجراء فحص للمعلومات المقدمة من المرشح للتأكد من صحتها وتمامها إدارة شؤون الانتخابات أقفلت أبوابها اليوم على زيادة في المرشحين بمقدار 13 مرشحا ليبلغ إجمال المرشحين 182 مرشحا وتنازل مرشح واحد مع انتهاء العمل اليوم الثامن على التوالي تقدم إلى إدارة شؤون الانتخابات لهذا اليوم عدد 13 مرشح جميعهم من الذكور وبذلك يصبح العدد 183 من ضمنهم طبعا 5 إناث وحالة تنازل واحدة وبذلك يصبح العدد الإجمالي لجميع المرشحين 182 لهذا اليوم أحب أنه أننا ما زلنا مستمرين في استقبال طلبات المرشحين إلى يوم 14.05 من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف مساءا وزارة الداخلية بدورها وفرت كل سبل الراحة للمرشحين ولوسائل الإعلام المحلية والعالمية لتغطية هذا الحدث ولنقل الخبر أولا بأول بأوامر من سيدي معالي وزير الداخلية تم توفير خيمة خارج إدارة شؤون الانتخابات وذلك لتوفير كافة سبل الراحة لخواننا في وزارة الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وبالإطافة إلى إخواننا المرشحين لإخذ اللقاءات الصحفية مع السادة المرشحين لا تفصلنا عن نهاية فترة الترشح المحددة بعشرة أيام سوى أيام معدودة تغلق بعدها إدارة شؤون الانتخابات أبوابها ويبدأ السباق الانتخابي